القائد المنتخب يجب أن يكون هو الأول في التربط شي هو الأمهوش هو الأخر يعني جايك لها محمد أن يتزوج محرز قبل المنافسة كما تلقى دبراسه بالصحة يديره كما قال لي لوزيتش مع سليماني سليماني يتزوج اليوم رجع غدوع ما كانش زاد له ساعتين بالسيف ولا زاد له بنت كاترول ولا ساعتين ولا دوزور الله أعلم المهم الأمور كانت سواعات عيسى ماندي عيسى ماندي في السيش دي يعني قاعد دمور لأنه المنتخب المباركة على السيش تخلى له اكزاكتمو فهذا كان آآ ضايد كان في العرس إنتا اسليماني هنكمل قلوبو قايا نصيبو دماغ في سيديوموتر ما قلوش أسبوع عشر يام وكذا ورغم أنه في الجزائر وكذا إلى آخر بغض النظر أنا بالنسبة لي هذي أمور على كل حال أنا ما نحبش ندخل في الأمور الشخصية لا يسهل علي تزوج ما كان حتى مشكلة ولكن أنت القائد المفروض أن القائد يكون هو الأول توقيت اختيار توقيت هذا مش عارف أنه يكون اللي حول اللاعب محرز وكذا إلى آخر مش عارف أنه من يستشير عليه ولا من أنا كمدرب نقول له لا مش هذا هو وقتها وقتك اليوم تركز على المسابقة وقتك اليوم قائد المنتخب لازم تكون أنت اللول خذا عطلة خذا شو عطلة نسموها كما نحبه حتى لو يرتاح يرتاح ونرى كوپيران مثل اللاعبين انت شو لاعب لعب البوكسينج دي محمد صلاح لعب البوكسينج دي محمد صلاح لعب البوكسينج دي بالرحمة لعب بوكسينج دي هؤلاء كلهم يأخذوا شو عطلة على فقط محرز نسمع لماذا؟ محرز؟ اوكي يأخذ عطلة ولكن ما يأخذ عطلة اللي يرتاح ويضيع الطاقة البدنية اللي عنده؟ كاين طرق وقاليات للاسترجاع يأتي مع المنتخب يقعد يسترجاع لأنهم يشوفوا في القائد انتهم هو أول مستهتر ومستهزئ بالوضع حتى بين قوسي المستهتر لا أعتقد بأن محرز يستهتر بالسونستاتيو ولكن ماهوش حار كما هما ماهوش شد في المشروع مثل ما هم شدين هما ماهوش محرز لأ 2019 ببساطة إذا كان محرز في 2019 اتوخر تقيقة أقعد في الوتيل ومحرز في 2021 واثنين 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 وعشرين ونقول له روح ترتاح أسبوع ما جيهاش ما جيهاش ما جيهاش يعني يا إما أن زادت بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا وجمال لم يعد بذلك الانضباط وبتلك الإسرار على الاحترام الوقت على احترام التدريبات على احترام الزملاء تراجع على هذا المستوى أو أن كيين شيء داخل المنتخب ما نعرفوه ما نعرفوه وهذا يأثر على المنتخب لا نقول كيين شيء نحكيلك في العلاقة بين اللاعبين في العلاقة مع المدر في العلاقة كذا إلى خير كيين أمر آخر كم المباراة كو ديفوار تروح الطيارة يعني هذا أمر هذه هذه المشكلة هل كانوا شريلي بي مقبل هل كلام كلام كثير يقال لكن على الأقل في الاستاتيو أنت حامل للأقب وفي الوضع أنت على المنتخب الجزائري على الأقل كانوا بعد الإقصاء تكون هناك تحمل للمسئولية يكون هناك تحمل للمسئولية تحمل المسئولية أول حاجة أنك تروح للجزائر وتصل للجزائر تعمل خفيف على السريع حتى لو في المطار تعمل تعمل سريع تطلب السماح تعتذر على الوجه الذي ظهرنا به وتعمل 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 أنا كعملت مثل نعمل جمال جمال وصل للجزائر شاهد الوزير تكلل المزوج دقائق تبقى في فلاسال دونور من ثم راح لفرنس ورجع لفرنسا هذه ليس مشكلتها وحتى يعمل لهم طائرة خاصة يرجعوا بيها ليس هذا موش إشكال المهم أنهم يتحملوا مسؤولية الإخفاق يعني ما تحملوش بالأكس الزيتاء باش يروحوا هذا يعني بأن صحيح هم ما كانش في لكوبدافريك صحيح؟ ما كانش في لكوبدافريك بالتأكيد أنه ما كانش في لكوبدافريك ممتين في المية ما كانش في لكوبدافريك ما July ما ما نقدتش وحد يجيه يقول لك الله المنتخب التونسي الرغم أنه ظهر بوجه بوجه شاحب ولكن كان هناك إسرارهم شاو المنتخب المصري لم يقنع أبدا في الدور الأول ولكن كان і نصف إلى المنتخب المغربي نفس الشي ولكن تشوف فعلى الأقل احنا ما كناش نطلب المستحيل من هذا المنتخب نعرفوا بأن الأستاتيو الضخيل عليهم نعرفوا بأن نتائج الكأس العرب الضخيل عليهم ولكن على الأقل لحفظ ماء الوجه من خرجوش بهذا الخيبة ومن طنظروش بهذا الوجه على الأقل في مباراة كوديفوار كنا نبينوا بأن على الأقل عدنا إصرار عدنا عزيمة عدنا نية أننا نمشو القدام مش نكونوا بعد ما تلقينا الهدف الأول تحلينا خلاص أرضية الملعب رطوبة أنا شوي تتافي دكا ولكن المصريين لعبوا فيها كوديفوار سجلوا ثلاث أهداف في هذه الأرضية وصالح وين يلعب فهذا ماهوش يعني ماهوش هو قد يكون عامل مؤثر ولكن على الجميع مؤثر لكن ليس محدد وليس محدد أبداً لأنه ليس مصيري هو قد يؤثر ولكن ليس مصيري أبداً لأننا لو فزنا بواحد ننجحنا نسجلوا هدف يا سيدي لو كنا نخسرنا ثلاثة واحد لو فزنا بواحد صفر لو لم تتسجلوا علينا ثلاثة أهداف انت شفت الدفاع كيف كان كل واحد كان في الفعل وركضت الجزاء هذا دليل على أن التركيز ما كانش موجود ونعرف بأن كرة القدم راه منطال راه الجانب الذهني أكثر بكثير من الجانب الفني والتكتيكي لأن الجانب الفني سئني من عند ربي فهذا أنت تجي تطوره بالتكتيك تستوعب التكتيك فيه متعة أما الجانب الذهني هو الحضور هو التصميم هو الإصرار هو التحدي هذا ما يجوش بالصدفة يجو بالخدمة والخدمة تاما انت المدرب باقتصاد تشوف لعبين أخرين كما اسليماني كما بارلا بالمحليين يعني رحتوا رحوا ولو مع المطائرة بالجزائر مش رحوا لنوادي تحهم اي كانوا قدرين الأخرين تانية عملوا نفس الشيء وحتى بيني بينك الآن وصلنا أخذاء أخذاء أسبوع وعطلة المحرز لما خصوصا في مرحلة الخيبات وعطورات انت لما تعتذر تبعث رسالة تعتذر فيها للشعب الجزائري بعد غضو الصباح في المالدي في تصور واحدة أخرى ما كانش مصداقية تروح المصداقية تتحس بأنه كان الانكونسيونس كان تحس بأنه كان شوية تعمل شوية تعمل مثلا منتخب الجزائري يبقى هو الجزائر يا أخي راهي الجزائر يعني نحن هذه البلاد كيتسمع غير أسمة بلادك تشوك لحمك فكيكون عندك شرف تمثيلها وشرف الدفاع على ألوانها وعلى الرأي الوطنية لازم الواحد يكون ملتزم شوية فهذا الالتزام مهم جدا في كرة القدم